خارطة طريق إذن مشاهدين هدفها هو احتواء التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان هذا ما اقترحه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لآلية ثلاثية تضم إضافة لبلاد واشنطن وتل أبيب تعمل على وقف أعمال العنف من الجانبين وانسحاب حزب الله عشرة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل وكذلك تضم تحرك قوات اليونفيل بحرية كاملة لكن الموقف الفرنسي واجهته إسرائيل بالرفض والهجوم وتحديدا وزير الدفاع يؤف جلاند الذي اتهم فرنسا بتبني سياسات عدائية ضد إسرائيل وأن إسرائيل لن تكون طرفا في الإطار الثلاثي الذي قامت باقتراحه فرنسا